موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في أروقة رمضان وهذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج نتحدث فيه عن معنى مهم يغيب كثيرا عن بالنا تعالوا أحدثكم عن رمضان في الزمن الذي لم يكن فيه إذاعة ولا تلفاز ولا فضائيات طبعا وبالتأكيد لم يكن فيها أيضا إنترنت ولا هاتف المحمول أو الجوال وذلك لكي نفهم أوضاع المسلمين بل حتى نفهم أوضاع جميع الشعوب اليوم يجب أن نعرف بداية قاعدة مهمة قاعدة مهمة في العلاقة بين الإعلام والسياسة السلطة دائما ما تهتم بجهاز الإعلام فمن خلال أجهزة الإعلام السلطة تنشر فكرتها وتشرع نفسها وتروج إنجازاتها أو حتى تصنع لنفسها إنجازات وهمية ومن خلال وسائل الإعلام أيضا تهدد وتنذر وتثير الخوف في الناس أو تحمسهم وتحشدهم ليخرجوا معها في الحروب وهكذا فجهاز الإعلام هذا أقوى الحكام والطغاه لا يمكن أن يستغني عن الإعلام أبدا الإعلام يوفر له قوة لا يمكن أن تتوفر بسلاح الجيوش أو برعب الشرطة حتى فرعون الذي هو أطغى طغاة البشر عبر التاريخ نرى القرآن الكريم في عديد من الآيات أنه كان ينادي في الناس ينادي في الناس يعني يجمعهم لكي يعلمهم فتقرأ مثلا قول الله تعالى وَنَادَى فِرْعَوْنُ وَفِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَى وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ فهذه وسيلة إعلامية في آية أخرى مثلا يقول الله تبارك وتعالى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى في آية أخرى لما كان الموعد المرتقب بين موسى والسحرة انظروا الآية كيف تقول تقول وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَاتَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ففضلا عن اجتماع الناس تأمل هنا أنهم لم يقولوا للناس لعلنا نتبع الغالبين أو لعلنا نرى من سيغلب سواء كان موسى أو كان السحرة بل كان الإعلام موجها نحو اتباع السحرة فقط لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين في عصرنا الحديث هذا وفرت فيه التقنيات الحديثة للسلطة أدوات إعلامية جبارة تدخل كل بيت الصحافة أولا مع اتشاف المطبع ثم الإزاع ثم التلفاز وبهذا صارت السلطة تستطيع الوصول بهذه الأجهزة إلى كل الناس داخل بيوتهم دون أن تتكلف جمعهم في تجمعات جماهيرية يعني صحيح طبعا هي لا تزال تجمعهم أحيانا لأن المشهد الجماهيري أيضا مشهد مهم لأن له تأثيرات نفسية وله تأثيرات اجتماعية مهمة لكن الاجتماعات الكبيرة صارت قليلة صارت السلطة الآن تستطيع أن تخاطب كل الأفراد تقريبا وليس فقط العدد الذي تمكن من الاجتماع حين نادت فيهم وصارت تستطيع أن تخاطبهم على مدار اليوم كله يعني ليس مجرد مرة في الأسبوع أو ساعة في اليوم أو في الشهر لا على مدار اليوم كله كذلك فإن ما أضافه التقدم التكنولوجي إلى قدرة السلطة على الرقابة والمتابعة جعلها تتحكم في سائر الأنشطة التي تجري في البلد بدءا من الإعلام والتعليم وحتى تصريح الخطابة أو تصريح إلقاء الدرس في المسجد أو التعليم أو غيره فهكذا لم يقتصر الأمر على ما أتيح للسلطة من وسائل ترويج ضخمة لأفكارها وثقافتها بل أيضا لم يعد بالإمكان تقديم أفكار أصلا إلا بإذن السلطة مأساة أمتنا المسلمة يعني المأساة التي نعيش فيها أن هذا التقدم العلمي الذي وفر للسلطة كل هذه الإمكانيات حصل في وقت ضعف الأمة الإسلامية وحصل في زمن الاحتلال يعني في الزمن الذي كانت فيه السلطة المتحكمة في بلادنا الإسلامية هي سلطة الاحتلال الأجنبي أو السلطة المحلية العميلة التي وضعها الاحتلال الأجنبي وبالتالي صارت وسائل الإعلام هذه وسائل الإعلام القوية والخطيرة والمتغلغلة في كل بيت والتي تعمل على مدار اليوم صارت كل هذه الوسائل ناطقة باسم السلطة وبأفكار السلطة وتحاول من خلال هذه الوسائل الإعلامية أن تصنع أمة على نحو ما ترغب السلطة في صناعتها شهر رمضان مثلا من الحالات التي تعبر عن المعركة بين الأمة وبين السلطة في هذه العصور يعني قبل عصر الدولة المركزية كان شهر رمضان شهر تصنعه الأمة فالأمة هي التي تصنع ملامح رمضان أجواء رمضان مشاعر رمضان ولكن بعد هذه الأدوات الإعلامية صارت يعني صارت ملامح رمضان وأجواء رمضان ومشاعر رمضان تغلب السلطة على صناعتها يعني الآن ما يرصق في أذهاننا نحن أن رمضان قدم بالأغاني المعروفة بالمسابقات الفوزير ونحو هذه الأمور فقبل هذا العصر كانت الأمة تحيي رمضان بالعديد من التقاليد التي تكثر فيها خطب العلماء ودروسهم تكثر فيها قراءة القرآن في المساجد أو في الساحات أو في فاعليات الإفطارات الجماعية أو في تقديم العون للمحتاجين توزيع الأموال والصدقات إدخال الصرور على أطفال وهكذا طيب إذا جاء الليل في رمضان القديم تحولت بيوت العائلات الكبيرة إلى مجالس يقرأ فيها القرآن تنشد فيها المدائح النبوية يستضيفون قارئ القرآن والمنشد والواعظ لمدة شهر يفتحون هذه المجالس لكل الناس فيضيفونهم حتى كان يعرف أن القارئ الفلاني تأخذه العائلة الفلانية وأن الفقيه الفلاني مختص بالعائلة العلانية وهكذا طوال الشهر وفي نهاية هذا الشهر يكافئون هؤلاء القراء والمداحين والوعاظ وكان الأغنياء يوقفون من أراضيهم وأملاكهم على هذه المجالس يعني يوقفوا أرضا ويوقفوا أملاكا لكي يستمر الإنفاق على هذه المجالس بعد وفاتهم ولذلك يعني هذه المجالس استمرت في ذلك إلى وقت قريب بما أوقف عليها من الأبقاف لكن ما إن دخلت الإذاعة ودخل التلفاز إلى البيوت حتى دخل علينا رمضان جديد نقول إنه صنعته السلطة فكأن السلطة انتزعت مساحة كبيرة من رمضان انتزعته من الأمة ورأينا تقاليد جديدة الفوزير و ألف ليلة و ليلة المسلسلات المسابقات أنماط البرامج المثيرة الكاميرا الخفية مثلا برامج الاعترافات برامج الربح السهل للأموال و هكذا فالمسلم في ذلك الزمن القديم كان يقضي نهار رمضان في عمله أو بين الوعظ والدرس و التعليم فإذا أفطر في بيته أو في بيت قريب له خرج للمسجد فصل الترويح ثم التمس مجلس وعظ أو إنشاء ديني أو قراءة قرآن و كانت هذه الحياة الطبيعية في رمضان لكن المسلم في زمن الإذاعة و التلفاز يقضي نهاره في عمله متعبا من سهرة الأمس و متخما من وليمة الأمس أيضا و مستعدا لجولة جديدة سيقضيها اليوم في وليمة مكتظة بألوان الطعام و في سهرة مكتظة أيضا بألوان المسلسلات و البرامج و الفوازير فيعني لو هو صلى الترويح فإنه يعد من عباد الناس و طبعا لا تسأل عن التهجد إلا للنضرة النادرة من الناس في نضرة نادرة أيضا من المساجد المسلم الغني في رمضان القديم كان يرى في هذا الشهر شهرا يحتفل فيه بالفقراء فأغنياء المسلمين كان يفتح يعني الغني من المسلمين كان يفتح بيته للفقراء في النهار و في الليل و كان يؤكلهم من مائدته في الإفطار و في السحور و كان يعطيهم من زكاة ماله و من زكاة فطره و كان يعطيهم مباشرة يعني من يده إلى أيديهم بل يكاد كل قادر أن تكون يعني كل قادر أو كل غني أن تكون عادته في رمضان مد المائدة أمام بيته أو أمام المنظرة أو المنظرة كما تقال في بعض البلاد اللي هي المكان الذي يجتمع فيها العائلة و يدعى إليها كل عابر سبيل أو كل محتاج أو كل طالب صدق و كانوا ناس يعرفون بعضهم و ما أكثر ما تتحول هذه الموائد يعني كلما خرج الإنسان بمائدته أمام بيته ما أكثر ما تتحول هذه الموائد من كثرتها إلى مائدة واحدة تقريبا فكان هذا الشهر الكريم في ذلك الزمن من عوامل توثق الصلة و العلاقة و التراحم بين الأغنياء و الفقراء فيما بعد ذلك رمضان بقى الحديث المسلم الغني في زمن الإذاعة و التلفاز إذا لم ينفق ما له على نفسه في ألوان الطعام و الشراب فإنه ينشئ مائدة للرحمن بعيدة عنه و هذا قل في الأغنياء جدا ينشئها في مناطق الفقراء و المحتاجين أو يعطي زكاة الجمعية خيرية مثلا توزعها أو لإمام المسجد أو يعني قد يعطيها للمؤسسة الرسمية التابعة للدول لأنه وقع بالفعل تباعد بين الفقراء و الأغنياء و انقطعت الأواصر وتعاظم التفاوت الطبقي بين الناس و ذهبت هذه الروح التراحمية فتجد الغني يتأفف من الفقير و ينفر منه كما تجد أنه الفقير يحسد الغني و قد يحقض عليه أيضا طبعا هذا التغيير لم يحصل فجأة و طبعا مظاهر رمضان كما تصنعها الأمة لم تنتهي فجأة و كذلك السلطة من ناحيتها أيضا كانت في البداية تزيد في جرعة البرامج الدينية تضيف مثلا برنامج أو اثنين بين فيضان البرامج التافهة و المحرمة و تضع مسلسل ديني بين طوفان المسلسلات المنحلة و المحرمة طبعا لكن القصد أنه رمضان في وجدان الأجداد و أجدادهم يعني رمضان في وجدان أجدادنا غير رمضان في وجدان هذا الجيل تماما بل على الحقيقة صار مناقضا له فهذا رمضان يعني رمضانهم كان كل شعائره اقتراب من الله تبارك و تعالى و هذا رمضان الذي نحن فيه كل شعائره ابتعاد عن الله و اقتراب من التغريب و الانحلال و بهذا صار لدى المسلم عبء جديد في رمضان فمن أرد أن يحافظ على هذا الشهر ليكون شهر عبادة و تربية فعليه دائما أن يجتهد و يبتعد عن وسائل الإعلام و عن القنوات التلفازية لكي لا تجذبه إلى الحرام نكمل معكم هذا الأمر إن شاء الله بعد فواصل قصير بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام و على رسول الله طبعا كنا نتحدث عن مظاهر رمضان قبل دخول الإذاعة و التلفاز و مظاهر رمضان بعد دخول الإذاعة و التلفاز و كيف أن رمضان القديم كانت رمضان تصنعه الأمة و رمضان من بعد ما دخل الإذاعة و التلفاز صارت تصنعه السلطة لأنها صارت متحكمة من خلال هذه الوسائل الإعلامية في مشاعر الناس و في أجواء رمضان و في الحالة المسيطرة على رمضان طبعا يعني لن يتسعي الوقت للحديث المفصل عن مظاهر رمضان في العصر الحديث لكن يعني من يقرأ المقالات التي كتبها العلماء و الدعاء و الكتاب الإسلاميين في المجلات بذات المجلات القديمة يعني من يفتح المجلات التي كانت موجودة قبل 50 أو 60 أو 70 سنة يستطيع أن يكون صورة عن هذا التحول و أنا في هذا المقام أنصح بكتاب جميل جدا جمع بعض هذه المقالات و هو كتاب الدكتور محمد موسى الشريف فق الله أسره له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين في شهر رمضان الكريم و نقل فيه عددا من عيون المقالات المكتوبة في رمضان و خصص فيه فصلا للمقارنة بين رمضان الماضي الذي كاد يختفي و يزول و بينما طرأ على أحوال رمضان من التغيرات و مما ذكره دكتور موسى الشريف في هذا الكتاب يعني نقل مقالة للأستاذ أحمد الزياد أحمد الزياد أديب مشهور جدا و كان صاحب مجلة الرسالة هذه المجلة سيطرت على العالم العربي و على ثقافة العالم العربي تقريبا في مرحلة ما قبل الخمسينات من القرن الماضي فمن ضمن هذه المقالات أحمد الزياد كتب مقالا يقول فيه الآدي يقول إن كان في بيوت المحافظين قارئ يقرأ القرآن و ذاكر يذكر الله فليكن في بيوت المتجددين يعني يقصد المتغربين راديو يرجع أصوات الغناء و حاكن يردد أهازيج القصاص فهذا المقال نشره في سنة 1933 في مجلة الرسالة فهنا نرى أن البيوت التي دخلها الراديو صار لديها رمضان آخر رمضان فيه أغاني و فيه قصاصين بينما رمضان في البيوت التي لم تدخل فيها الإذاعة و التلفاز يعني كان رمضانا يهيمن عليه الدين و هذا حتى في بعض هذه الأمور تجدونها في كتب المذكرات أيضا في ذلك الوقت كيف كان رمضان في القرى و عند الفلاحين و عند المبتعدين عن الصحافة و الطباعة و الإذاعة و التلفاز رمضانا ربانيا بينما كل هذا اختفى في رمضان المدن و في البيوت التي دخلتها الإذاعة و التلفاز الآن تطور الأمر مع التقدم التقني ظهر الإنترنت و ظهرت الهواتف المحمولة و ظهرت طبعا مواقع التواصل الاجتماعي و الواقع أنه يعني هذه الموجة الجديدة فيها مزايا و فيها عيو من أهم مزاياها هو قدرة المسلم على الاختيار يعني الإنسان في عالم الإنترنت و على مواقع التواصل يستطيع أن يستمع إلى الدروس الدينية و المشايخ و البرامج النافعة هذا الاختيار كان منعدما فيما قبل يعني فيما قبل ظهور الإنترنت الناس في البلد لم يكونوا يستطيعون مشاهدة شيء غير القنوات الرسمية القنوات الرسمية المصرية السورية العراقية و بالتالي لم يكن لديهم ميزة الاختيار كانوا مجبرين على ما تبثه هذه القنوات لكن من عيوب الإنترنت و الهواتف المحمولة و الجوالات من عيوبها أنها فتحت عالما جديدا من الحرام التام و هذه هي المشكلة يعني السلطة مهما كانت فاسدة و منحلة إلا أن بعض التوازنات و المصالح كانت تجبرها على التوقف عند حد معين في الانحلال يعني عند حد معين في ترويج الحرام لكن الخطير في هذه الموجة الجديدة اللي هي موجة الإنترنت أنها بلا حد فكل الحرام موجود بلا أي نهايات و الأكثر خطورة من هذا أن هذه الوسائل نقلتنا من سلطة الأنظمة المحلية إلى سلطة النظام العالمي الذي يتحكم فيه الغرب و الغرب الآن في حالة قبيحة جدا من الانحلال الأخلاقي و دعم الإباحية و ترويج الشذوذ و هذا كله ينعكس على مواقع التواصل لأن مواقع التواصل ترفع من معدلات الوصول و الترويج للمقاطع المحرمة التي فيها رقص و إسفاف و انحلال و تعري و يعني تمارس الإغراء الدائم عبر الإشعارات المتكررة يعني في الآخر كان اللي عايز يروح للإزاعة و يروح للتلفزيون هو اللي بيروح للإزاعة و التلفزيون لكن دلوقتي عندك إشعارات متكررة عندك نوتيفيكيشنز دايما تأتيك على التلفون المحمول فدايما فلان نشر مقطع جديد فلان وضعت صورة جديدة فلان أرسل رسالة جديدة و هكذا طبعا هذا كله يعني يعني جعل رمضان يتواصل فيه الخفوت يعني يخفط رمضان في أذهاننا و أرواحنا و مشاعرنا و لا يعود كما كان شهر العبادة و التربية و التهذيب بل في الواقع لا يستفيد من رمضان المعاصر إلا من كان قوي الإرادة جدا و كان ضابطا لنفسه جدا و متحكما في رواباته و هؤلاء نضرة من الناس بطبيعة الحال و لذلك فلا بد و لا بديل عن الصحبة الصالحة و يعني هذا أمر يستحق التكرار و التركيز الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة الصحبة الصالحة لأنه ندر أن يستطيع إنسان أن ينجو بنفسه طيب فبهذا نرى أنه رمضان قديما كان يستفيد منه معظم الناس لأن الأجواء العامة الإيمانية هي الأجواء المنتشرة لأن صناعة رمضان كانت بيد الأمة الأمة هي التي تصنع ملامح رمضان هي التي تقيم الإفطارات و تأتي بالمنشدين و تأتي بالوعاظ و هكذا لكن منذ دخلت السلطة و الأنظمة على الخط صار في الواقع لا يستفيد من رمضان إلا من كان متمسكا بدينه و كان حريصا عليه لكن غالبية الناس تسقط في فخ التفاهى و الفساد المصنوع بإعلام السلطة هذا يفسر لنا أيضا أمر آخر الآن صار أحد الإشكالات المعاصرة التي تثار و طبعا لم يكن هذا الإشكال موجودا قبل ذلك و هي مسألة المجاهرة بالإفطار في رمضان الإفطار في رمضان في عصرنا هذا يبدو و كأنه حرية شخصية و ربما وقعت النقاشات على مواقع التواصل أو غيره أن بعض الناس شايف أنها حرية شخصية و يعني إزاي بقى مستغرب أنه الذي يجهر بالفطر في رمضان حكمه في الإسلام أن يعاقب و أن يعزر و أن يجلد حتى حينا بعض الناس تستنكر الهجوم على الذي يفطر في رمضان السر في هذا أيها الأحباب أن هذا العصر الذي نحن فيه هو عصر العلمانية تقديس الحريات الشخصية الحياة يهيمن عليها مبدأ الفردانية كل إنسان مهتم بنفسه و لا حق للمجتمع على الفرد و أن الفرد فيه طليق من أي اعتبارات أو قيود اجتماعية لهذا يعني ينسى الكثيرون في عصرنا الآن أن الإسلام ليس مجرد طقوس و شعائر الإسلام نظام حياة و هو نظام اجتماعي يعني ليس فقط هو عبادات فردية شخصية تتعلق بالفرد في نفسه لا هو نظام اجتماعي و عباداته و شعائره تتداخل فيها الجوانب الفردية اللي هي تهذيب النفس و تربية الروح و ضبط الشهوة تتداخل مع الجوانب الاجتماعية العامة التي هي التكافل و التراحم و التزاور و التصدق و بث الأخلاق الحسنة و المحافظة على السمت العام للمجتمع و بالتالي فالجهر بالإفطار في رمضان هو في ميزان الإسلام اعتداء على النظام الاجتماعي لأنه استهان بهذه الشعيرة المقدسة التي تمثل أساسا ثابتا في دين هذا المجتمع و بالتالي فهي تضرب سائر ما في هذه الشعيرة من معاني تربوية و نفسية يعني هو يشبه مثلا إذا حاولت أن أقرب إلى الذهن المعاصري يشبه أن ترفع مثلا علم إسرائيل في دولة عربية أو أن ترفع مثلا يعني علم تنظيم جهادي مثلا في دولة أوروبية يعني المسألة هنا مسألة ليست مجرد قناعة شخصية أو فكرة شخصية و إنما فيها نوع الاعتداء على نظام المجتمع و على قيم المجتمع فبالتالي حين يجهر المرء بالفطر في رمضان أو بالإفطار في رمضان فهو يضرب هذه المعاني التربوية و النفسية و لذلك تهتم الشريعة بعقوبة هذا الذي يجهر بالفطر في رمضان لكنها بطبيعة الحال لا تفتش عن الناس في بيوتهم يعني من أراد أن يفطر في بيته فالشريعة لا تتعقبه داخل البيت فالذنب طالما كان مستطرا فحساب المذنب عند ربه لكن خروج هذا الذنب إلى العلن لا بد أن تكون له عقوبة ولا بد أن يكون له حساب عند المجتمع و في شريعة هذا المجتمع و القانون نصل الله تبارك و تعالى أن ينفعنا برمضان و أن يعيده علينا أعواما عديدة و أزمنة مديدة و أن نخرج منه و قد غفر الله لنا و أن نخرج منه و قد وحد الله تبارك و تعالى أمتنا و زادنا من الألفة و التماسك و التعاضب و هذه دعوة مني إلى سائر من يستطيع أن يحاول أن يعيد من جديد مشاعر رمضان القديمة مشاعر رمضان القديمة التي فيها الألفة و التماسك و التعاضب و التزاور و التراحم و إقامة المجالس العامة التي يتلى فيها القرآن و تنشد فيها المدائح النبوية و تتقارب فيها الأرحام و مسألة تفطير الصائم الخروج إلى الشوارع و الساحات العامة و نحو هذه من المظاهر التي هي بطبيعتها تزيد من ألفة المسلمين و تزيد من توحدهم و تماسكهم كما أنها تزيد من الأجواء الإيمانية المهمين عليهم و أن نكافح ما استطعنا و نواجه ما استطعنا هذه الفيضانات من التفاهة و الانحلال و الإباحية التي تنهمر علينا من وسائل الإعلام يعني عصى الله تبارك و تعالى أن يخرجنا من هذا الشهر الكريم و قد غفر لنا سائر ظلوبنا و أسأل الله تبارك و تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة